الإحسان بكل صوره كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون وكان أجود ما يكون في رمضان كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم الجود هنا لا ينحصر ولا يقتصر على الجود بالمال بل الجود بكل معانيه سواء كان مالا أو خلقا أو معاملة أو خدمة كل هذا من الجود الذي يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى